كشف تقرير توجهات الطلب على الذهب في الربع الثاني من العام 2016 الصادر عن مجلس الذهب العالمي تصدر الولايات المتحدة الأمريكية لدول العالم من حيث احتياطيات الذهب التي بلغت نسبتها من إجمال احتياطياتها 76% وأظهر التقرير الذي رصد الاحتياطيات لأكبر 40 دولة حول العالم من حيث الاحتياطي أن المملكة العربية السعودية تصدرت الدول العربية في احتياط الذهب حيث جاءت في المركز 16 عالمياً ب333 طن من الذهب وجاء لبنان في المرتبة الثانية عربياً و18 عالمياً بنحو 287 طن من الذهب ووفقاً للتقرير ارتفع الطلب على الذهب بنسبة 15% إلى 1050 طن في الربع الثاني من العام 2016 مقارنة مع 910 طن في الربع الثاني من العام 2015 في محتلة السعودية المركز السادس من خلال 16.7 طن في الربع الثاني من العام 2016 ق twists ترجمة نانسي قنقر